تعنى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في المقام الأول بإدارة المساعدات الخارجية المقدمة للمدنيين وتنفيذ السياسة الخارجية الأمريكية من خلال تعزيز التقدم البشري والديمقراطية والحكم الرشيد وحماية حقوق الإنسان ويحرص مسؤولو هذه الوكالة على الترويج لسياستها عبر التواصل مع الدول الصديقة للولايات المتحدة الأمريكية وباعتبار شاد إحدى الدول الصديقة للولايات المتحدة الأمريكية أجرى رئيس الفترة الانتقالية رئيس الجمهورية الفريق أول محمد إدريس ديبيت نو مباحثات مع وفد أمريكي بقيادة مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية السيدة سامانسا باور لقاء أطلعت من خلاله مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سامانسا باور رئيس الفترة الانتقالية على الدول الإنساني والتنموي الذي تلعبه الوكالة وانتهزت باور الفرصة لتعريبا نيابة عن الرئيس بايدن الشكر والتقدير للرئيس محمد إدريس دبيتنو على الكرم الذي أظهرته شاد لإيواء الموجة الأخيرة من اللاجئين السودانيين حيث إن شاد تستضيف بالفعل حوالي 600 ألف لاجئ في أراضيها بالإضافة إلى 76 ألف لاجئ سوداني في الموجة الأخيرة وقد جرى هذا اللقاء بحضور وزيري الشؤون الخارجية وإدارة الأراضي ومعاون رئيس الجمهورية بمكتبه المدني والأمانة العامة وأصرحت المديرة سامنثا باوا في نهاية اللقاء أن زيارتها إلى شاد تهدف إلى سببين رئيسيين زيارة اللاجئين السودانيين في شرق شاد والتباحث مع رئيس الجمهورية والمجتمع المدني حول الحوار الوطني الشامل والسيادي وسير العملية للانتقالية وأعلنت باوا أن الولايات المتحدة ستقدم 100 مليون دولار إضافية للعمال الإنسانية منها 17 مليون دولار ستخصص للمنظمات التي تساعد في إيواء اللاجئين السودانيين آملة في أن يساعد هذا الدعم في توفير الخدمات الاجتماعية والاقتصادية للأشخاص الذين يعيشون في المناطق الحدودية وأكدت المديرة أنها تناولت مع رئيس الجمهورية أهمية الحوار الوطني الشامل والسيادي وأهمية العمليات المفتوحة والشفافة التي يشعر من خلالها المواطنون أن لديهم صوتا ويمكنهم تقديم ملاحظات بشأنها وأضافت باور القول لقد رحبنا بالإفراج عن السجناء السياسيين الذين اعتقلوا في أحداث 20 أكتوبر الماضي 2022 ونشير إلى أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قد أنشئت في عام 1961 وتعمل في أكثر من مئات دولة ترجمة نانسي قنقر